طيب هستغيلي فرصة أن أنت كنت معاشي مع منطقى مصر محمد صلاح الكابتن كلمة الكابتن عند محمد صلاح أو إشارة قيادة في محمد صلاح هو käبتن فعلاً يعني هو عنده الصفات الكابتن جواة معسكرات منطقى مصر لا طبعاً كابتن محمد صلاح طبعاً حدش هيقدر يتكلم عليا طبعاً أنا مش بكلمها أنا مكلم في حتة تانية لا بكلم في حتة تانية جواه قط اللبس بصلاح النجومية محمد صلاحي مفيش خلاف عليها لا لا طبعا في حتة تانية ما بيحسكش ان هو ده محمد صلاحي اللي هو نجم العالم كله طبعا الأفضل لعيف في العالم دلوقتي لا جوه القوضة محمد صلاحي يعني لعب محترم جدا يعني مسيطر على قط اللفس بشكل محترم جدا بيتكلم عليها يعني كلها بشكل كويس جدا وبصراحة اللي كان بيساعد في الحتة دي كابتن عمرو الصلاي وكابتن أحمد حجازة وكابتن شناوي برضه يعني كابتن أحمد حجازة بالذات يعني أنا كنت رايب منه في الفترة الروحتها محترم جدا ويقف جنب الناس كلها برضه حجازة حكاية برضه كابتن كابتن يعني كابتن مش لابس الشارع بس هوا كابتن يعني عنده شخصية كده محمد صلاح كان ليه مواقف أكيد معك شخصية أو مواقف مع لعبين انت شايفه يعني اين مواقف اللي كانت جوه قط اللبس تقول للناس بيها لا يا جماعة الراجل ده كان قائد ده يعني في مطشة أنجولا مثلا نطلقين الشروط الأولين خسراني 2-0 عادي الدنيا هادي خالص ويتكلم اللعيبة يعني الناس كلها هتهدى طبعا اللعبة مصريف تبقى خسراني 2-0 في مطش الدنيا طبعا بتقلم خالص وتكلم مع الناس بشكل كويس جدا وحفز اللعيبة نزلنا تعالينا 2-2 قال لهم إيه نهدى وما فيش أي حاجة 2-0 هنتعادل وممكن نكسب فلا نزلنا تعالينا 2-2 طيب هسأل سؤال ما بحبوش بس هسأله خلاص القليلة اللي بيقولوا الكلام ده قال لك إن محمد صراح هو بلعب مع منطقة مصر مبقاش عنده نفس القلب والروح اللي بلعب بها الليفربول ما عندهش نفس الحماس والإرادة والكلام ده كله ده كنت بتحسه أنت كلها في مصر لا خالص بصراحة يعني بيدي أقصى حاجة عنده يعني من وجهة نظر أنا شايف كده قدامي بيدي أقصى يعني كل اللي عنده بيديه يعني في كاس أم أفريكا محمد صراح يعني وصلنا النهائي وهو اللعيبة كلهم بصراحة كانوا بموتوا نفسهم وعلى قلب رجل واحد بصراحة ما بيدي يعني بخالش بنقطة تعرق واحدة بصراحة نعم يعني ما حستهاش في إلعب لا لا خالص بقول مثلا هو إيه خاف على رجل ومش عايز يلعب لا 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 مفيش الكلام ده الكلام اللي هو شوية ناس صغيرة صغيرة في العدد وفي التفكير أكيد يعني طيب